نسي كحام الإبعاء الأولى في تونس سين العيري نأب بمجلس نواب الشعب عن حركة أمل وعمل أزمة اليوم بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية منذ من حثيق الوزراء الجدد في 26 جنفي مسؤولية من هذا التعطل؟ الأزمة راهي سابقة الأزمة راهي مهيش من التحوير التحوير كان الفرصة لتتفجر الأزمة وتكون واضحة ذكر سيد الرئيس الجمهورية قبل حتى ما يعرفوا شكونهم الوزراء المعنيين بالتحوير قال بصريحة العبارة أنه ضد ويرفض أي تحوير في الحكومة يعني مقبل ما يعرف شكونهم الوزراء السيد الرئيس ضد أي تغيير والأزمة بلغت معناها بدأت تظهر بالقدار لما تنحى وزير الداخلية المحسوب على سيد الرئيس الجمهورية هناك تخذ قرار أنه يجب الحكومة هذه يجب وتدفع الثمن أعتقد أنه الرئيس حتى كمجيش الأربع وزراء اللي يحكيوا عليهم كينا سيجدوا طريقة باش الحكومة هذه تكل للعصاء ولا تتير ولا تنحى ولا تفرقع ولا يسير في أي شيء كيف تجرؤوا أن حاولوا زير الداخلية متاعه هذا يجب أن يكون واضحا للجميع والتعلمت على الفساد هنكون واضح وصريح أي يعني جايك له هذه نقطة مهمة بالنسبة لك أنت بالذات يسين عيش بالضبط أنا لو كان السيد الرئيس فعلا مشكلته الفساد ومشكلته زراءة علقت بهم الشبهات دعما كان يقابل إليس الفخفاخ وهو فيه وقتها قضية رفعته به أمل وعمل وهائط الرقابة أدلته ومحمد عبده للمحكمة ورغم ذلك السيد الرئيس ما كانت معه عنده مع حتى مشكلة ويستقبله يوميا أخي ثم فساد به وفساد خيب رجع النفس العقلية كان فساد تبعنا نلقاوله عذر كان تبع الأخرين آه يولي فساد التعامل مع الفساد يكون مبدئي إنسان عليه شبهات حتى يشوف شبهات متاع على المبدئي يا بربي سياسين العيال نقطة المبدئية أنا يقض أثارت ملفات لوزراء نالوا الثقة من مجلس نواب الشعب يهما ثلاثة على حد علمي ثلاثة أو أربعة واليهما نفسهم اللي يتكلم عليهم رئيس الجمهورية تلميحا على الأقل هذا اللي يفهموه الناس اللي قبله طيب من المفروض أنه كان ياسين العياري يخدم على هذا الملف ويتابع هذا الملف كما عم خدمت على ملف البلاستيك وكما خدمت على ملف لياس الفخفاخ وكما كده وهذا معناها ممكن أصبح نوع من الاختصاص ليس نوع من الاختصاص عليش سكرت عينيك على التثبت في المعطيات اللي وفرتها مثلا أنا يقص نجوابك لأسؤالك راهي الفايدة مش في أنك مش منافسة هي إذا دوسي ثم شكون آخر خدمه خير راتي وقت دوسي ليش مخدوم يعني ما هوش أي دوسي يجبك نجز عليه نخدم الدوسيات اللي تخاف منها الناس اللي بعدوا عليها الناس اللي فيها مشاكل هذه كنا نمشي لها لكن إذا تم دوسي منظمة أخرى خدمته شو مش نخدم معها مكثرة والمقلومه على أنا يقض إذا عندك هذك يزل المحكمة لأنك نجز تقول اللي تحب اللي تحب ولم يسمح لأي شخص أنه يدافع على نفسه كنتمشي للمحكمة انت عامل بجدية مع الملف أما النجز يقول اليوم اللي نحب عليك نجز يقول عليك مثلا عندك درشنوة عندك درشنوة عندك درشنوة هل ما كانت تنفذي فعل نفسك لا فالدوسي إذا خرج العمو وتناولته أطرف أخرى لنشوف دوسي أخر يعني منيش أي دوسي نجز علي لا عندي جهد ووقت خير في الدوسيات الصعيب إذا دوسي خدمه ناس أخر وعطيب الصح عليش تخدم فيهن هذا واحد واثنين وقتلش نتعال مع دوسي بجدية توظفه سياسيا أنت سياسي العياري أنت رجل سياسي إذا كان ملف ترأى وثابت ومتماسك وسوليد توظفه سياسيا اليوم إذا كان ملفت أنا يقض سوليد صحيح مليان كنت نجبه توظفه سياسيا أيضا ضد هذه الحكومة ما نسرقش وما نفكش خدمة الناس بالنسبة لهذه الحكومة خلق نكون واضح الوزراء صوت ضدهم ما تتمشى الثيقة ولا يمكن يوما من الأيام أني نعطي الثيقة إلى وزير تعلقت بي شبه وراء شبه ماش إدانة شبه كافية باش يمشي يشوفهم مورو مع المحكمة ومع المحكمة بعد يجي مرحبا بيها لكن ما عطيتهمش الثيقة وما نعطيهمش لكن دوسي تخدم وخدمته الناس أخرى شو مش نعمل أنا ناخد خدمة الناس ونزيد بيها لا خير نخدم دوسياتي تخاف من هالناس نمشي لها حتى حتى نفكر وقتها دوسي تخاف فاخ تكون حتى في يده الناس كل خايف الناس كل هارب لكن إذا دوسي يخدموه الناس وخدموه بجدية شو مش نزيدهم أنا شو مش نفلم بخدمتهم لا صديقي لا تستعملها تستعملها فيش ضد هذه الحكومة كيفاش تخل رئيس الحكومة لكن انت تجيب في وزراء عليهم شو بغيت استعملتها الناس الناس الكل فانا الخير نخدم كي ما قلت لك الخير نخدم دوسيات ما يخدم حتى أما هذا دوسي على قراءة الطريق الناس كل شفتوا الناس كل خدمتوا وشو مش نزيد فيها هدفهم تلي موش المزيدة لا تموقعك تموقعك السياسي تموقعك السياسي يفرض عليك أنك تطيح شوية في علاقة بهذا أو لو تموقع أنت هذه الحكومة على الأقل أفضل من إقبالها هذه اللي نفهم من كلام أفضل من إقبالها هذه الحكومة تجيب في قراء ومتجي في قراءة في التحوير حتى وزير مساوط حتى وزير قلت عليها مرتين حاجة باشرة مرتين مرة الأولى لما وزير مباشر يشير في عدل الحبس هذه حاجة تحية الحاجة الثانية لما يكون عندك حزب مكون في الحكومة متاعك وكيعديه قاضي يتعدل الحبس من غير حتى تدخلات هذه حاجة باهية وجديدة وماذا بينا نشوفه منها أكثر وما كانش مسموع بها في السابقة هذوما كلمتين يقول تبيان في الحكومة وهذوما كلمات حق كما زاد وقت لسيد رئيس الجمهورية خرجك البيان محلاها ذاك على التطبيع تقول نالو يعطيك الصحة وبرك الله فيك يعني احنا مشكلتنا في تونس إذا ما كنت تكون مع هذا وتبرر له كل شي يا مع هذا وتبرر له كل شي لا تنشق المحسين أحسنت والمحسي أسأت لاذا تكون معناها علاش الدنيا متاعكم مش بتاعكم يا أكحل يا أبيض يا مع هذا يا مع هذا العالم أرحب رأو أرحب من هذا وهذا لاذا بتكون إنسان عندك نظرة الحاجة باهية تقول عليها باهية والحاجة الخايب تقول عليها خايب وقتها تولي مواطن لا حتى نيب حتى سيس لا لا نحكي لكم تقول هذا باهي وقت خايب وغير ما تكون منحاز انحياز أعمى ما يكون عندك صنم تعبد فيه وتبرر له في كل ما يفعل لا الرئيس عمل حاجة خايبة رئيس جمهة الحكومة عمل حاجة خايبة اللي عمل حاجة به نحتي وحق ما غير تحامل ما غير ما تحط روحك أنت تابع هذوم ونتابع هذوم وتلزق في البلاك هذيك لا العالم رو أرحب من الاستقطاب الثناء يا مع هذا يا معانا يضدنا العالم رو في تونس ولينا كما نشهرش بوش إذا ماكش معايا أنت ضد لا يا خوير أنا معاك لا ضدك أنا إنسان أقيم الأفعال وأقيم الأحداث وأقيمك ما هي بنحاول نكون بأكثر من كل موضوعي من المطالبة من الصف يا مع هذا يا مع هذا ما أنا كيقول الرئيس غلط في هذه معانا أنا مع المشيشي لا ويقول المشيشي غلط في هذه معانا أنا مع الرئيس لا العالم بالنسبة لنا أو أرحب بكثير ما الثنائيات اللي تحب وتدزونا فيها كل مرة حكيت شكرة الكحلة يا سين العياري بها بتاع الفلوس وكذا ومش كون قال هي من محض خيال يا سين العياري كان جيت من النوع اللي يعمل محض الخيال اللي علم ذلك من زمان ونزيدك أكثر مش كنا ذيك لا حكي لك سيدي حكاية لا حكييت شكرة الكحلة قبل ما نوالي نايب مع الإدارة الفلانية ما زي التليفون بالوقت كلمت المدير العام فالحكي ليك يقدروا جايك مواطن مستثمر بدي بنا عاونه قديت الموعد بالوقت ومشى بعد ما كمانا قعد راجل ويقف قلت سمحة جوخرة أذا يفباه أو البرلمان يقال لي كيفاش كنو وليه كيفاش قال ليه كيفاش كيفاش شنو اخرج وبعد يالي المساعدة بتاعه اللي جامعه قل لي رو طلب نفس الخدمة عند نايب آخر قال له هاي جاي لانتخابات البلدية عاوننا شوية تفرح بنا شوية يعني هذا إذا أعطيتك مثال نمشي حتى مثالات المواطن البسيط أول مشاديت في الدورة اللي فاتت خارج من باب المجلس القراج الكبير يبكي كيفاش بيك يا حاش قال لي أنت معاهم ولدي قلت لوي معاهم قال لي مشكلت يا عندي كانت 300 ألف شنو وقت 300 ألف قال لي عندي مشكلة مع الشؤون الاجتماعية طوي زميك اللي قال لي أخرج قبلك قال لي أقل من مليون من هزكش لي من حلكش مشكلتك يعني وعرفت زميله لي قبله لا ما عرفتوش ولكن عرفتو أنا أشهر به على رؤوس الملأ معناها شؤون الاجتماعية يا رسول الله معناها إنسان زيك لشؤون الاجتماعية تعب تاخد عليه فلوسك وقتل وانا هو وانا هو وقال لي هوا مشكلة منا ولا ما عرفته أما مش أحكي لك الإغراءات الحاجة اللي باقي الحمد لله اللي عملت سمع اللي توا اللي بشي جي يقول لي نعطيك وعطيني يعني فروح بشي تضح مش هي الحكاية المحك فالحمد لله معناها لازم لازم ونعاونوك وكذا تعمل مع نواب أخرى الحمد لله الواحد سمعت وسبقته في الموضوع هذا سين العياري اليوم التونسي يسأل ضيفنا في ميدي شو يا سين العياري يا نائب المستقل من جنوب الشعب يسأل شنين الخروج من الأزمة شنون نعمله معنى هاو إيجا نقدمه المبادرة هذا كفاش يتنازل شوية وهذا يتنازل جوية وخلي الحكومة هدية تتعمل تخدم على روحها ونبعد نجمه نعمله تقييمه كذا هذا تقريبا فحوة أغلبية المبادرات تمشي في هذا الاتجاه مع تفاصيل تتغير من هنا وهناك لكن هذا ينهي الأزمة اللي رواه اليوم في تونسي اللي رواه في أداء رئيس الجمهوري رواه في أداء رئيس الحكومة والحكومة اللي رواه في أداء مجلس النواب اللي رواه عند المواطنين تحسوا تشوفوا الناس يقلونك يتواصلوا معاك خلوك معاش عارفين وين ماشيين إيشنوه نعملو الأزمة حادة وحقيقية وتمسنا تونسي الكل أحنا مهلكنا كان رغبة الخلاص الفردي كان نسأل سؤال بالله لو كالقضاء تعطيهم ملون 350 مثلا ليش مشكلة مع القضاء تكاسل ما عندي مشكلة حتى تونسي داير يا kg فلوس هيديك من أتنح ما يتنح من الصحة والتعليم الكانيوتا понятно كانيوتا واحدة منافي فلوسة بزي الدولة هذيك هي واحدة برك كل آخر يقولك زيني 200 دينار 300 دينار ما كانش مناخدمش بقى زينه 300 دينار والآخر 500 والآخر 100 والآخر 16 بعد يقولك الصحة والتعليم مش بيهما يا kg فلوس هيديك منين ما يتنح من الكانيوتا كتنح بنح من ailج تتنح محمل خدمات المقدمة المواطن احنا وصلنا توا اللي وخر 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 ظهر للبيه مفاع مع جاء الكوفيد والكوفيد صاروا فيه حاجتين كتاستروفيك في التصرف الله اللي سامح لي كان سبب وصلنا سفر حالة عملوا حلوا الحدود ما غير بسير قالوا سنوب شو ينقضوا السياحة وعليش كانت تفكير خالط الكوفيد موجود في أوروبا احنا الكليونتال اللي تجينا هي الكليونتال بادقاب معناها ناسة مهمشوا كلهم باسع اليوم بار في جول تونس لكن لو أنتنا ديكا في بلدانها كانت تشوفوا المستقبل غامض تضرت في الكوفيد فيش كون خسر خدمها دونك حتى كان عندها فلوس ما ديش للسياحة لكن رغم ذلك حلوا الحدود وما كان عليهم لو حلوها بتاس بي سير ويعمل تاس بي سير متاعك ويش فكانت تصرف خاطئ عمق الأزمة اللي عاشينا اليوم اليوم كانت جيت عنا حالة أقل في الكوفيد لا لم يمكن لاتيسط فاها نقاش هذه حلوا الحدود لتوينسة زادة بتوينسة مقيمين بالخارج بشي جيوا بشي روحوا لعائلات ومكذا وهما كانوا سبب في انتشر كان يتحط التس بي سير عادي جدا وتحط وخدمه قبله مقلق حتى حتى الثنين خسرنا ثمانية ليف مليار ثمانية ليف مليار خسرناهم في تصرف الكوفيد سمحني كعندك خمسين حالة في البلاد ما سماش عندك موجة أولى كعندك توع فكان سوء تصرف فضيع اليوم الميزانية متاعنا تكعكس كل عام احنا زدناها في العمتاع عمناول ثمانية ليف مليار خسير أخر اليوم الوضعية خائبة صعيبة رو نشوف فيه في تيونيسير وفي شفات قفص رو ماشي الباقي رو نعايشين بسلف ومعاد حتى حد يسلفنا يقول لك يقولنا انتوما تونس استلمك وقد نصبوا فيك فلوس ما تثمرش تمشي هنا وهنا 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 اي انت نايب يقولك رو اليوم انت نايب ولانتوما وسائل عليه ملعتيني حل باي حل الساعة احنا ندوي بالحل بتاع الأزمة لانه مدام رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية في خلاف ما يقدم شيء حتى بسي سلف كيف تخايف منك عملنا مبادرة احنا وماشي المبادرة الأولى دي المبادرة الثانية لانه من السهل انك ستتمر في الأزمة انه هاي زيد الماء زيد الدقيق زيد الماء زيد الدقيق كل بعضكم احنا قلنا ثم ماشي يلقفش حل والحل يجب يكون بعيد على تأويل الدستور لانه اذا اولنا الدستور وسمحنا بتأويل الدستور فهذا النجم يحل لانه بيبان متع بلاه كبيرة برشا الناس مشوف فيها تو قلنا سيدي الرئيس يتهم بعض الوزراء بالفساد رئيس حكومة قال وزر تلبس عليهم ما هي سيدي قلنا نشده في النقطة هذه عنا سيدي هيئة مكافحة الفساد وعنا لجنة في البرلمان متع مكافحة الفساد صار تقبل عايتت اللجنة للهيئة عايتت تلها في حكاية الأخفاق وقتلها عندوشي فساد قلنا سيدي نعم نشده في البرلمان ومثل فيها الناس كل رعايته لهاية مكافحة الفساد ونسألها سؤالا بسيطا هل هناك في لحداش نزير بتاع التحوير من تعلقت به شبهة جدية الفساد الإجابة نعم أو لا كان قالت نعم هناك من تعلقت بهم شبهة جدية الفساد وعندهم قضايا في المحاكم الحكومة ترحل لأن الحكومة وقتها قدمت التوانسة وزراء مشبوهين كان قالت لا سيد الرئيس يعتذر لأنك عندك شهر ويتحكي بتوصف بالناس بالفساد 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 وعندهم عائلات وعندهم سمعتهم ويقبل أداء اليمين ويخبرواح هذا حل بعدنا على تأويل الدستور لأنه باب اختير وقل لك فيش اختير إذا اليوم سمحنا أنه من يؤدأ أمامه القسم له الحق أن يرفض ذلك هنا باب كبير بتعب لا غدوة خطر القضاة مثلا أنه عينه من الرئيس يعمل القسم قال إذاك ما عجبنيش ما عادش أنا أدي القسم قدامي الرئيس المنتخب مني أدي القسم قدام برلمان قلت برلمان قلت برلماني قلت لا الرئيس هذي خايم ما أنا أديش قدامي القسم نزيدك كنا من النواب جد ننتخبوه ما هو الرئيس المجلس السابق يدعوه قلت لا أنا عايت المئة وسبعين بركة الأخرين من عايت الهمش فباب كبير متعب لا بش حلوه فبعدنا على هذا هذا المهم مع المحكمة الدستورية قلنا هاو حل ليطمئنا قلب التوانس هل الوزراء هذوما لحداثي مش لاتها ولا أربع لحداثي فيهم شبه جدية متع فساد كان فيهم الحكومة ترحل تدعوه سياسيين الرحيل لو ما دعاتش تكفرت أمل وعمل بشدور عن نواب بالواحد لم يصحب الثيقة إذا الوزراء هذوما خطيه وسيد الرئيس ظلمهم فيعتذر منهم ويأدي القسم وانتهى الموضوع هذا كان الحل الثاني بعد ما اقترح الحل الأول اللي هو لجنة البندقية اللي هو المشكل اللي حبو حدوه سياسي لكن مشكل قانوني على قد معنا رجال قانوني في توني محكمة الإدارية ولاية الوقتية اللي مرقبة دستورية القاونين اللي مشيو البندقية سمياري أقولك عليش أستعين بأجنبي لا مش أستعين بأجنبي بديتو لسعب لعلمك رجال البندقية نعطى ترايها في الدستور متاعنا عطى ترايها في قانون المصالحة وروكي عنا وزارة الصحة مش معناها ما نسمعوش لواماس كي نسمعوا كلام من المظمة الدولية للصحة معناها فسدنا زيادة الوطنية متاعنا وزارة الصحة متاعنا لا بديتو أما كانت هيئة بعيدة على التجاذبات هل يش قولك بعيدة على التجاذبات كريد رجال القانون في توني سلكون حتى بالمحكمة الإدارية كلهم تهربوا الموضوع ما حبوش يجاوبونا على سؤال واضح وصريح هل من حق من يؤدى أمامه القسم أنه يرفض ذلك تعرف اللي شاربوا منه خاطر عنا محكمة دستورية كان بش يقول أيه بش يلقى يروحه مع شق كان بش يقول لا يلقى يروحه مع شق دونك تاريش كيفاش عوّم الموضوع وردوه سياسي في الحين أنا الإجابة قانونية بسيدي هربت من الإجابة القانونية هاو حل سياسي واضح بسيط لكن تعرف المشكلوين يا أبو بكر في هذه البلاد ما يحبوش حلول الجميع يستثمر في الأزمة الجميع مش مشكلته وحنا عنا شهري ولمعناش عنا اقتصاد ولمعناش تم فلوس الدول ولمددورش أعطيني ندك دك الأخر الجماعة اللي كانوا في حكومة الفخفاخ وما تحتونا حكومتنا فساد يلزمنا نطيحوا الحكومة هذه فساد مهما كانت ثمان ومهما كانت النتائج الجماعة الأخرين اللي كانوا في حكومة ثلاث فخفاخ يعطيك صح دونك يزمها تطيح يا بلدي شبونا حاجة باي يبطيحوها مثالش يلزم إداء قدقوها يهرسوها مهما كان في ثمان يتكلموا على حكومة انقذ وطني اليوم انقذ وطني بنا برامج باي هك ناحية هذا ما جبت أخرين باي كان عندهم فساد لو كانوا وافحين لو كان عندهم مربوع شبهة فساد يجيب أن يرحلوا الآن وما يصيرش تحوير أنا أعتقد أنه باش الإنسان يكون في الصف الأول في تأثير هذا البلد ما عندكش ثيقة في تقريب أن يقذ لم أسمع رد للأخرين قلتش عندي ثيقة هي المكافحة الفساد لماذا قلت هي المكافحة الفساد قلت لعندها الأدوات والوسائل باش تحقق نجمع نخرج من هنا نشكي بيك نمشي نقول أنت يعطي دني مليار مثلا نجمع قلش نحب كان عندي منعتيكش ما 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 نخرجش من عندك منعتيك لما غيرك لكن هي المكافحة الفساد عند الوسائل والمحقين والأدوات والإطار القانوني باش ثبت هل هذا حقيقي أو لا علشي قلت لك منعتيكش لأنا يقض يعني أنا يقض لعطيت فيرشيون في غنائد مكافحة الفساد ميش محكمة صحيح لكن عند الأدوات والوسائل باش حقق وتعطينا هل هذه الشبهات حقيقية أو لا فالحل ها فوق الطاولة لكن لا يريدون حل ونقولك حاجة أحنا أمل وعمالك نقترحوا في الحلول حاسبينا أوفني في وسط الطائرات السياسية على صغر حاجب نرى شمعناه أنتو مبني بواحد جيبوا في حلول وحلول حقيقية ومجروسة لو بخلجنا الحل هذية قعدنا وحكينا 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 اللوجة على حل بابعدوا على الدستور خليه معناها المحق في التدار المحق والدستورية تحبوا حل قلوا الناس يا هاي مكافحة الفساد كان فاسدين خليه مشيوا بحكومتهم كان مهم مش فاسدين الرئيس يعتذر وتوفى الأزمة سؤال قبل الأخير أسألني قد ما تحب اندمت أنك جيت ودخلت للبرلمان والسياسة تصير جيني دفاز ونقول نعم بوال عملة مش لزني كنت لبس عليه ومبعد ساعات تصير حادثة مثلا ترجع لك الأمل نعطيك إجزامبل تحت لما فيديوه شافت وانسي من عرشة كتفل اللي في الشارع اللي هو وأمه ذاك اي في بالك اللي مشيت كتبتك كومنتير غاديك وقلت هذي آخر ليلة بتوها في العراء وكانت آخر ليلة بتوها في العراء كتلقى روحك صحيح مش قضية وطنية كبيرة لكن مواطن تونسي واحد أحفظت له كرام تسمعتي يا رحم والديك صدقني ترجع فيك الأمل تقول ما يسلش بالخدمة الهذية وخدمة المتاعب خذوا لشوف خدمة النايب شعب أسهل خدمة في العالم وكانت كاركر إذا كانت متعطي حق الله من أصعب المهن في العالم سؤال في الاقتصاد شوال الأخير سؤال في الاقتصاد مع الياسير مع العربية واساة المؤسسات البارح وزاة المالية صحة على اتفاقية قرض مع بنوك ومؤسسات مالية تونسية بقيمة قربة نصف مليار دولار برعملة صعبة في يتار تعبئة الموارد لدعم ميزانية الدولة شنو تأثير هذا حسب ليك القرض هذا على قدرة البنوك التوانس على تمويل الاقتصاد الوطني شنين الحلول لبديغة تعبئة موارد الدولة بالنسبة للقرض ما هوش مفاجأة يعني جانا في الميزانية اللي صوتنا عليها بالنسبة لي نحنا كنايب على الأقل يعني ما ثم ماشي حاجة جديدة فقط إن شاء الله يخلطوا الفلوس اللي حطوها في الميزانية بسلفوها إن شاء الله يلقاوا منين يجيبوها مشكلة البنوك في تونس مشكلة حقيقية معناها اليوم معنا أنسكتور بونكير رابح برشة فلوس كتشوف الاقتصاد كيشني حوال وتلقاها ما تقبلش بعضها كيف شر يحل البنوك تسلف الدولة الدولة ترجع لها دولة ستنبون بير فتلقى اليوم اللي عندما تحب المؤسسة صغرى تحب تحب فلاحية تحب تأخذ شوية فلوس ما تسميش فلوس كلها عطينا للدولة عملنا مقترح عمل وعمل اللي هو سيدي مقترح ما يجبوش على البنوك يجبوش على الدولة الدولة ما تجمز تسلف من أي بنك إلا ما يكون على الأقل 2% مقروضها ماشية للشبك 3% للمرأة 5% مرتقة الداخلية وعادي 10% للمؤسسة الصغرى كيف شوية تعمل بنوك بسنجم تأخذ البريفيلاج إنها تسلف الدولة تعطي الفلوس الدولة اللي هي حاجة مربحة على الخراب كأنك معناها إنسان يجبع في الفلوس يلزمها تعمل مجهو تأخذ ريسك اليوم بمكيج يقول لك عليك تأخذ ريسك تنمون في مؤسسة الصغرى هذية والمؤسسة هذية والمرأة هذية والراجل هذية ليه نسلف الدولة ونقاعد إنما رتح زيلوا ريسك فالنقطة رحمة بتاعنا إن شاء الله يسمعوه في قانون المالية التكميلي ويحل المشكلة غياب التمويل المؤسسة الصغرى اللي هي تعاني معاناة كبرى واليوم تخدم في 700 ألف مواطن رايح شكرا جزيلا سيلا العياري عايشك شكرا 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 شكرا